من أربع أيام بالزبط يا أساطير وتحديدا يوم 4 يونيو سنة 2024 بيتشاف الأسد تسونامي الوحش المرعب أكبر أسد شفته في حياتي عنده عضلات جبارة ومظبوطة بالشعراية على جسمه كله تسونامي بيتشافه وبيعرق جامد وبيتحرك بالعافية زي ما احنا شايفين دلوقت يوم والأغرب بقى أن الرجلي اليمين وكمان الشمال الأمامية شكلها غريب دلوقت أنه خسران كتير جدا من وزن جسمه بصورة ملحوظة اللي يجنن بقى أكتر الأساطير هو أن أخوه المعلم جام بيتشافه وكمان وعليه إصابات وأخطرهم وأكبرهم أطعف ديله ولحد وقت تصوير الحلقة دي مش معروف سبب مؤكد لإصابات أسدين تسونامي الجبارين جام وجوام يعني رأي الأكبر أن جام مسك تسونامي ورنه علقة موت بسبب حقوق التزاوج والإناس زي بالزبط مع عمل كاشا مع أخوه ما خونجا أسدين مخيم السهول في سبيسان وكأنها بقى انتفاضة الأسود المظلومة إعلاميا على أخواتهم المشاهير لكن طبعا أنا ما برجحش رأي ده أبدا أي نعم معارك التحالفات الداخلية بينهم وبين بعد ممكن تعمل إصابات أكتر من كده على حقوق التزاوج وعلى الإناس لكن الكلام ده لما بيكون الزكارين دول تحالفوا في السكة وهم ماشيين يعني مش إخوات بالدم زي أسدين تسونامي بعدين احنا هنروح بعيد ليشوفوا أسدين المخيم والعركة اللي ضارب بينهم أثارها أقل بكتير من إصابات تسونامي واخوه وده يخلينا بقى نروح للرأي التاني واللي أنا معاه جدا وهو إنهم دخلوا في معراكة كبيرة وخطيرة مع أقصود منفسين من عارف يمكن تكون حصلت عركة بينهم وبانتحالف المتمردين خصوصا وإن المتمردين حطين عينهم على ملك أباقهم من زمان لكن زي ما قلنا لحد دلوقتي مفيش معلومة مؤكدة عن سبب الإصابات دي والشكل الصعب وخصوصا لتسونامي بالمناسبة أسدين تسونامي دخلوا على عمر عشر سنين تقريبا يعني الكيرف بتاعهم بدأ ينزل لتحت ونتمنى لهم السلام والأمان طبعا وإن تسونامي يقدر ينضم الأخوه وقطيع إنسهم علشان يأكل لأنه مش يقدر يصطاد لوحده هو بالشكل ده وأخيرا بقى من وجهة نظركم يا أساطير تفتكروا إيه اللي حصل لتسونامي وخوه اشتركوا في القناة